الصوت شغال ألا مش شغال، تقالي كده الصوت شغال عند الكل، سمعيني كلكم؟ طيب أول حاجة أنا عايز أرحب بكم سنة ثالثة، أنا الدكتور شريف جندي، أنتوا سنة ثالثة وأنتوا بالنسبة لنا النظام الجديد، أول مرة ندرس أنا في أوزن سنة ثالثة، وطبعا حصل شوية تغييرات، أكيد دكتور محمد قط بحكالكم أو قال لكم على التغييرات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، بالنسبة للمناهج ما بين سنة رابعة وما بين سنة ثالثة، أنه سنة رابعة كانوا بياخدوا أنف أوزن لمدة 8 أسابيع، أنتوا هتاخدوا 5 أسابيع، وبالتالي طرينا نغير شوية أو نقلل الحبيتين في المنهج بتاعنا، وبتدينا ننظر أو ندي المنهج بتاع الأنف أوزن بطريقة مختلفة شوية، يعني ما بنديش الأمراض زي ما كنا بنديها في الأول كل مرض لوحده، بقينا نمسك بطريقة أوقع شوية، لأنه كنتوا في الآخر هتبقوا ده كثرة general practitioners، بعد كده كل واحد فيكم هيتخصص طبعاً في الحاجة اللي هو عايز يعملها، لكن أساساً لازم يبع عندكم فكرة عامة، مش حاجات very specific، ولازم يبع عندكم فكرة عامة بمعنى السمتمتولوجي بتاعت الحاجة، يعني هيجي لك عيني يقولك ودني بتوجعني، مش هيقولك أنا عندي المرض الفلاني، هيقولك ودني بتوجعني، وإنت لازم تبتدي تفكر الودني اللي بتوجع دي، ممكن تبقى كذا 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 ونبتدي نوصل للتشخيص الصح، قبل كده كنا بندرس الأمراض كل واحدة لوحدها، لكن كده الأسلوب اللي احنا هنبتدي نتابعه ده هو الأسلوب اللي بيتتابع في كل حتة في العالم، إنه إحنا نمسك السمتمتولوجي بتاعت كل مرض، ومنه نتفرع ونروح للأمراض كلها، فإحنا النهاردة هنتكلم عن أوتالجيا، أوتالجيا يعني pain in the ear أو ear ache، ياريت الفتح الميكروفوني يقفره لو سمحتم، علشان كل ده بيشوشر على بقية الناس، فأتالجيا is defined as pain in the ear or an ear ache، وممكن نجمحها في حاجتين، عندنا primary otalgia، وده حاجة بتعمل وجع في الودن، وصدرة من جوه الودن، وفي حاجات تانية بتعمل وجع في الودن، بتبقى من خارج الودن، يعني ممكن واحد لو درسه بيوجعه، حيحس بالوجع في ودنه، لو واحد زوره بيوجعه، حيحس بالوجع هو بيبلع في ودنه، لكن ما فيش حاجة في الودن خالص، يبقى إحنا عندنا primary otalgia، وعندنا referred otalgia، ممكن تبقى نتيجة هيماتومة أو laceration، يعني حاجات تعوارة الودن، في البنة من بره، بريكوندريتس، يعني التهاف الغضروف، بتاع الأزن الخارجية، نتيجة الساعة أو الحرارة الزايدة، أو رام، حاجات في القناة السماعية الخارجية، الأكسترون راديتر الكنال، زي ممكن لو واكس، ممكن يعمل شوية وجع، لو كان الواكس ناشف جداً، وعمل زي الزلطة، جسم غريب، كيراتوزيس أوتيرانز، يعني الجلد بتاع الودن، فدل يتحوش جوه لغاية لما سد القناة السماية وتباعم الوجع، التهاب فيروسي، هربيززوستر أوتيكس، أوتايتس إكسترنى، التهابات الأزن الخارجية، وأورام، ممكن حاجات في الميدل إير، زي بولس مارينجايتس، أنا حدي أسامي دلوقتي، حاجات اللي أنا كتبها بالأحمر، هذه اللي هنتكلم عنها النهاردة، أكيوتوتايتس ميديا، سكريتريوتايتس ميديا، يعني التهاب غير صديدي في الأزن، ترومة، هيمو تيمبروم، يعني نتيجة خبطة في دم وراء الطابلة، أوتايتك باروترومة، يعني تغير في الضغط بتاع الودن، نتيجة حد في طيارة أو حد بيعمل غطس، من فضلكم يقفلوا الميكروفونات، أورام، نيو بلازم، ممكن حاجات في المستويد، زي التهابات، التهاب في المستويد، اللي هي المستويدايتس، أو خراج، مستويد أبسس، جرانيولوماس، أو بردو نيو بلازم. دي الحاجات اللي بتعملي برايماري أوتالجا، يعني أوتالجا نتيجة حاجة في الودن نفسها، لكن فيه حاجات تانية بتبقى نتيجة حاجات برا الودن، ليه؟ لإنه نرف سبلاي بتاع الودن بيعدي على حاجات تانية في الأول، لو الحاجات التانية دي حصل فيها التهاب هيتسمع نتيجة العصب اللي ماشي لغاية الودن هتحس بالوجع جوه الودن فالمهم نعرف ايه ال NERF SUPPLY عندي ال AURICULAR TEMPORAL NERF وده جاي من الثالث برانش عندي الثالث برانش عندي الغريتر AURICULAR NERF ده طالع من C2 واللي هو واللسر أكسيبتل وعندي الAURICULAR BRANCH OF THE VEGAS يعني عندي حاجات جالي من TRIGEMINAL عندي حاجات جالي من VEGAS عندي حاجات جالي من GREATER AURICULAR عندي حاجات جالي من LESSER OCCIPITAL ايه بقى REFERED PAIN يعني بحس بحاجة واجعة في ودني لكن المصدر بتاع القلم مش من الودن زي واحد عنده مشكلة في السنان واحد عنده مشكلة في الAURAL CAVITY لو عنده قرحة في الAURAL CAVITY واحد عنده مشكلة في المفصل بتاع الفك لو في مشكلة في السينيزز أو نتيجة DEVIATED NASAL SEBTIM أو مشكلة أو INFECTION في النيزوفارنكس أو TRIGEMINAL NEURALGIA كل الحاجات دي ما هيش حاجات في الودن لكن العيان هيحس بالألم بتاعها جوه الودن فهيروح طبعا لدكتور الأنفوزون دكتور الأنفوزون هيكتشف على ودنه يكتشف عن ودنه سليمة جدا ويبتد ندور على سبب تاني اللي ممكن يكون بيؤدي إلى هذا الألم ممكن يكون حاجات تخص دكتور الأنفوزون زي النوز والنيزوفارنكس وممكن حاجات تكون بتخص دكتور السنان زي السنان وزي المفصل الفك ممكن الألم يجيلي عن طريق جلوسوفارينجال نيرف عن طريق من اللوز لو أي واحد فيكم جاله لوز قبل كده حيعرف أنه لما بيجي بيبلع عريق وبيحس بواجعة في الودن الأوروفارنكس جلوسوفارينجال نيرالجيا وحاجة اسمها إيجل سندروم ده بيبقى ناس الستايلويد بروسس بتاعهم طويل شوية والستايلويد بروسس الطويل ده بيقدي إلى ألم في الزور وبيتحس جوه الودن حاجات عن طريق الفاشيال نيرف زي الهرпис زوستر أوتيكس وده نوع من الهرпис فإنه فيرال ايضا او فيستيبولر شوان نومة اللي هو التهاب أو ورم أنا أسف ورم في الفيستيبولر نيرف حاجات عن طريق الفيجس زي من اللارنكس والهايبوفارنكس وحاجات عن طريق الساكن ثرد كرانيال نيرف برضو ممكن من الهرпис زوستر أو فقارات الرقبة لو فيها مشكلة أو أرترايتس في السيرفايكل سباين يعمل لي ألم أحس به في الودن فكل الحاجات دي يجي العيان بيشتكي أساسا بواجعة في الودن لكن لما نيجي نكشف على الودن هنالي الودن سليمة جدا ما فيهاش حاجة فنبدأ ندور على سبب الثاني السبب الثاني ممكن يبقى زي ما قلت في السنان في الأورو الكافتي في مفصل الفك في النوز والسينسز في النزوفارنكس أو التهاف الأعصاب ترجى من النيورالجيا وغلوس فارينج النيورالجيا مشكلة في التونسل في الأوروفارنكس ممكن نفكر في إيجل سندروم لو عنده ستايلويد بروسس طويل فدي منشخصها بأشعة هيربز زوستر أو رام بستيبلر شوان نومة حاجات في اللارنكس حاجات في الهايبوفارنكس وممكن حاجات في الرقبة لو واحد عنده مشاكل في الرقبة أو فقرات الرقبة ممكن تعمله واجع في الودن فالحاجات اللي هنتكلم عليها اللي هي تخص الودن هي الأوتايتس إكسترنا يعني انتهاب في الأزن الخارجية انتو أخدتوا الأناتومي وعارفين أنه الأوتايتس الإكسترن إير عبارة عن البن أو الأكسترن الأوتايتس إكسترنا ممكن هنتكلم عن الأوتايتس ميديا اللي هو الانتهاب اللي هو الورى الطابلة اللي هو في الأزن الوسطى ملاش ضعب الأزن الوسطى بتاعة عمة الشعب اللي هي بتعمل الدوخة دي سكة تانية خالص انتو داكاترا وعارفين الفرق بين الأوتايتس ميديا تمام أو الميدل إير والإنر إير كنال حوالي قد طول عقلة صبعة جزء منه جزء منه بون في هير فوليكول عشان الهير فوليكول دي ممكن تحصل لها انفكشن وتعمل الالتهاب وبنتهي بالتيمبانيك منبرين فإحنا هنتكلم عن الالتهاب اللي بيحصل في القناة السمعية اللي هي ببطنة بجلد وده جلد زي أي جلد انه ما هيش متهوية كويس واي جلد لازم يتهوى كويس فعشان التهوية بتاعتها مش كويسة فده بيقدي الى التهابات لو دخل فيها مية لو دخل لو جي مية على جسمك أو على ايدك بتتشفها لو دخل مية جوة بتعمل وتخلي الجلد يتعب أو يلتهب بسرعة هو هي والرطوبة الجامدة عشان كده ما بنحبش ان المية تخش الودن ابدا so what is otitis externa it's an acute or chronic infection of the whole or part of the skin of the external auditory canal هنقسمها إلا كذا نوع ممكن تبقى bacterial والبكتيري ممكن تبقى diffused يعني كل الاسكن من اول البرة الغاية تتم panic membrane inflamed ممكن تبقى localized واللوكاليز دي عادة بتبقى inflammation in the hair follicle usually it is caused by streptococcus والhair follicle موجودة في external cartilaginous part أو ممكن تبقى necrotizing otitis externa بنسميها malignant رغم إن ما هي ورم it is not a malignant tumor لكن بنسميها malignant لأنها بتسرح بسرعة it's an infection وبتسرح بسرعة وممكن تخش لغاية skull base يبقى دا bacterial في fungal في triat وفي viral كل الحاجات دي ممكن تعملي otitis externa البacterial otitis externa زي ما قلت ممكن تبقى diffuse وممكن تبقى إيه اللي بيؤدي إلى otitis externa أول حاجة الناس اللي بتحاول تنظف ودنها كتير اللي بتهرش في ودنها كتير الناس اللي طول النهار بتدخل الودانة في ودنها ويفتكروا إنه دي حاجة كويسة أو يحفر بيها جوة لغاية لما بيعور ودنه في ودن تلتهي الميا الزايدة الميا بتخش جوة وما بتنزل الشامع المفروض بيحميها لو أنا بشيل الشامع على طول وميا دخلت جوة وفضلت ميا جوة أو بدخل ميا كتير في ودني أو مكان أصلا رطب جامد رطب ونفس الجو بره مش كويس كل ده بيؤدي إلى التهابات في الودن الناس طبعا عندها سكر أو عندها أي مرض بيقلل الاميونيتي برضو بيزود وآخر حاجة الناس اللي عندها إشرف شعرها بيؤدي إلى سيبوريك درماتايتس هشتكي من العيان هشتكي من ألم إذا ما إحنا محتوطين تحت بند القتالج النهاردة هشتكي من وجع هشتكي من hearing loss ممكن لو كان الجلد ابتدى ينز وينز الإفرازات فهيتسد الودن أو لو كان ابتدى الجلد يحصل فيه إديمة فهيسد السمع هايبقى فيه سوالين هايبقى فيه ديستشارج ديستشارج هايطلع على بره زي ما إحنا شايفين هنا في الصورة وحايبقى فيه شوية أكلان نتيجة التهاب اللي جوه حايبقى فيه تندرنس بمعنى إنه حيبقى فيه شوية ألم لو أنا حاولت شفطها وحنعالجها إزاي إنه إحنا أهم ده جلد فالعلاج بتاعه أساسا حيبقى علاج موضعي حنعالجه أساسا بنقاط أو مرهم محطوط على شاشة أو حاجة نحطها في ودن العيان ونسيبها كاميوم لغاية لما الالتهاب يخف ونقول لي طبعا العيان ما تلعبش في ودنك دخلش فيها ميا لغاية لما الالتهاب يروح ممكن طبعا تيجي في ناحية وممكن تيجي في ناحيتين آدي المنظر This is a diffuse otitis external كل skin بتاع external detri canal inflamed ويجب في discharge نازل على برا عامل زي الشلال كده هنا في الصورة أو زي هنا في الصورة تمام وآدي المنظر لو بصنا بنظار جوه الويدن هنلاقي مش طبعا مش لازم يبقى بالكترة دي لكن هيبقى بالمنظر ده وده طبعا واحد عنده severe otitis external مع perichondrites ممكن تبقى localize زي ما قلت نتيجة inflammation في hair follicle في الحالة دي بتبقى في حتة واحدة وبتعمل dimmel بدأ نيجي العين بيقول ما مش قادر ألمس ودن تيجي تدوس على التريجز بتاع الويدن الهي القرقوش اللي برة تلاقيه بيصوت من الوجع تيجي تحاول تبص في الويدن تلاقي الويدن تقريبا مسدودة لانه الدم اللي هنا سادد المدخل بتاع الويدن دي علاجها انه نحاول نحط فتيل في الويدن يعم عليه انتبياطيك يعم عليه جليسرين اكتيول عشان يبتدي يشفط التورم اللي موجود ويقدر العين يسمع تاني والتورم يفش ونديله برضو معها انتبياطيك النكروتائيزنج external otitis دي أساسا بتيجي في immunocompromised patients والناس اللي عندها سكر مش مظبوط وبيجي العين في الأول بيشتكي انه عنده otitis external زي otitis external اللي بشوفناها قبل كده لكن ما بترقش مع الأدوية نقض نديله أدوية ما بترقش وبعاين يبتدي نكتشف انه ابتدى في granulation tissue يظهر في floor at the junction of the cartilaginous and bony part تمام او granulation tissue ليه سميناها malignant otitis external لانها it spreads يبتدي يعملي cellulitis cellulitis دي بتدي تخش في skull base يبتدي تسرح تخش على البراطت تخش على الرقبة تخش على المخ تمام فده ضروري جدا انها تتعالج بسرعة و very aggressively يعني ممكن ندي العيان فترة طويلة antibiotics ومهم جدا انه antibiotics زي تبقى تشتغل ضد الارجانزم اللي بيعمل النوكروتايزين external otitis اللي هو pseudomonas مهم جدا منبعش قدي انتيبيوتك لازم ادينه انتيبيوتك ضد pseudomonas وأتابع العيان بالأشعات مخصوصة في حاجة اسمها gallium citrate أتابع العيان أشوف بيحصل regression ولا بيحصل progression للdisease بعمل له برضو CT scan و MRI مشكلتها زي ما قلت إنها بتعمل spread وممكن تعملي skull-based osteomyelitis وممكن في الآخر لو دخل على المخ طبعا تبقى fatal so it is very important to treat this very aggressively وما نتهونش بيها أبدا والعيان طبعا في كل ده مهم قوي إنه يزبط السكر بتاعه ماينفعش بالعيان عنده سكر 400 أو 300 ونحاول نديله انتيبيوتك سعونه محيروه لازم السكر يتضبط دي أول حاجة في التريتين بتاعه الفانجل أوتايتس external هو في الترياط لها شكل very characteristic احنا بنسميها كده بالبلدي a wet newspaper appearance لو جبتوا جورنال وبلتوه وعجنتوه كده فقتكم ببلونه أبيض وسود من الورق والطباعة اللي عليها نفس الشكل ده بلاقيه في ودن العيان هلاقي أبيض وسود أبيض والبيض بتاعت الفانجس السود نفس الحكاية هنا السود وأبيض والأبيض حتى في البلدة دي بتبقى عاملة زي القطن ساعاتنا بنبقاش عارفين دي قطنة ولا ده الفانجس اللي عامل كده بيجي ايه الفانجل انفكشن بيجي نتيجة جامعة واحد برضو بيدخل ما يفوض نو كتير وانا تمالي بحب بقول العيانين بتوع يقول طول الليل في المطبخ كده مش في التلاج هتصحى صبح تلاقي عليه عفن هو ده بالزبط فكتر الميا كتر اللعبة في الودن وكتر الـ use of antibiotic drugs او drops لانه antibiotic drops بتقتل الفلورا اللي موجودة النورمول فها بتأدي الى ظهور الفانجس ده منظر تاني دي برضو عامل زي القطن ونقطة السودا نفس الحكاية هنا كل ده فانجس الابيض بيبقى من سميه candida albicans alba يعني الابيض ولسود aspergillus niger ده برضو النوعين اللي هم المost common types of fungus that invade the external ear بعلقو زي i have to clear the external ear the suction and then i have to give antifungal drops لو عدتو antibiotic drops هتزيد عليه it's very important ان انا اقدر افرق بين دي والbacterial otitis external حاجة اخرانية انو fungal otitis external هيجي العيان اساسا موجوع جدا لك في نفس الوقت يقول اشتكنوا اشتكنوا اكلان رهيب في ودن دي من ضمن الحاجات اللي لما يوجد لقيا الودن بتوجعني بس بتاكلني جامد قوي ومزدودة نجي نبص في ودن نلاقي المنظر ده مثلا او المنظر ده طبعا هنفهم ليه الودن مسدودة لانه ده سادد السمع اخر حاجة في الوتايتس اكسترنال هي الفيرل الوتايتس اكسترنال الفيرل ستكلم عن الهربيز زوستر والهربيز زوستر ده بيجي اساسا في الاعصاب it has a predilection to nerves it can affect the 7th nerve it affects cutaneous nerves الهو بالبلدي بنسميه الحزام الناري لما ييجي في البطن لكن ممكن يظهر في cutaneously يجي على facial nerve لما يجي على facial nerve يعمل لي vesicles زي ما احنا شايفين كده يعمل لي extreme pain وممكن يعمل لي facial nerve paralysis في الناحية affected يجي العيان بعد كام يوم من ظهور vesicles يبتدي يشتكي انه وشه بقى معوج وانه مش قادر يقفل عينيه كويس ومش قادر يحرك بقه مش قادر ينفخ خدوده مش قادر يفتح شفافه ف لما نلاقي التوليفة دي كلها مع بعض اللي هو vesicles مع الوجع الشديد مع facial nerve يقوم دي من تسميها رامزي هانت syndrome التريتمت بتاعي انه بدي systemic antiviral اللي هو زي الacyclovir بدي local antiviral cream وبدي analgesics ممكن في بعض الحالات رغم انه ما منحب ندي steroids في viral infection لكن ممكن في بعض الحالات ندي steroids يبا احنا كده اتكلمنا عن otitis externa وانواع pain بتاعتها والانواع المختلفة بتاعت otitis externa الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي هي foreign body وال foreign body اللي في ال ear هنقسمها الى حاجتين مهمين جدا الانيمت يعني حاجات بتتحرك يعني البلد دي كده حشرات وآه في حشرات بتخش جوا الود وال non animate يعني حاجات مش حشرات هتنقسمها دي بقى الى vegetative يعني حاجات نباتات او بقليات وياما هتشوفوا عيال حطين فولة حطين ترمسة حطين حاجات كده في ودنهم و non vegetative اللي هو بقية الحاجات كلها مهم جدا انت تعرفوا انه البطاريات الصغيرة المدورة زي بطاريات الساعات ودي وعيال كتير بيحطوها في ودنهم وبتتحشر جوا are very dangerous لانه مع الوقت ومع الجلد ومع الشمع البطاريات دي بتبتدي تتاكل ويبتدي يخرج منها المواد الموجودة جوا وبيعملي corrosion وبتدي يعملي تآكل جوا الودي فالanimate aهم اعوريكم بس شوية صور دي الحاجات اللي ممكن نشوفها طبعا دي حشرة اه ودي واحدة تانية انا عارف للمنظر مش حل بس بيحصل بنشوف الحاجات دي ال non-animate عندنا ال vegetative دي حاجة vegetative وادي واحدة دي غريبا خرصة ولا حاجة ودي طبعا بتبقى اكتر حاجات عيال بتلعب عيال بتلعب خرص او حاجات كده صغيرة جدا في اللعبة بتاعهم رح هططها في ودنه طيب نطلع ازاي الحاجات دي اهم حاجة انه لو كانت vegetative ممنوعة غسيل الودن لانه لو دخلت مية البتاع دي اللي هي vegetative هتبتدي تشرب المية وهتبتدي يحصل لها swelling وحتسد ومش هنعرف نطلع ها بعدين عنا طرر نبين نايم العيان ببنج كلي ونعمل جراحة ونطلع ها لو كانت non-vegetative ممكن نطلع ها بهوك ولو كانت حشرة اسهل واحسن حاجة ان انا هغرقها الاول بسبيرتو او ببرافين او بحاجة من الحاجات اللي عشان نموتها عشان ما تقعدش تتحرك وتعور الطابلة وبعد كده نغسل الودن نطلع فاحنا بنطلع الحاجات دي ايما بهوك خطاف ندخله ونشد الحاجة على برا او بفورسيبس جفت نمسك الحاجة ونطلعها او بغسيل لو ما كانتش طبعا لو الدنيا سدة جدا 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 لو غسلت بمية هزوقها جوا زيادة فكل ده طبعا لازم الدكتور يبص على الحاجة ويشوف ويقدر هيعمل ايه بالزبط الحاجة الاخرانية نريح اقول لكم في الـ من فضلكم الكيو تيبس ودي برضو نشوف كتير جدا الناس مع ورق الطابلة ومع ورق القناة وياما كتير شوفنا انه دخل ود انا من غير ما يعور نفسه وطلح من غير القطنة ويروح للدكتور عشان القطنة تحبس بجوه دي طبعا سهل جدا انها تطلع بجفت على طول بتطلع فيهاش اي مشكلة اخر حاجة هنتكلم عليها النهار ده اللي هي الـ أوتايتس اكسترن اللي هو التهابات الوزن الوسطى تمام وده هنتكلم عليه باستفادة شوية اللي هو as we know this is the most common disease or most common infection in childhood مفيش طفل مجالوش أوتايتس ميديا تقريبا 70 أو 80 في المهم الأطفال قبل سن 3 سنين جالهم على الأقل مرة أوتايتس ميديا واجع في الودان راحوا للدكتور دلتهاب في الوزن الوسطى وعلى الطابلة بيأخذ دوله علاج بيأخذ دوله موضات حية والدنيا بتخيف تمام وإنه the most frequent disease treated with antibiotics و it can result in significant morbidity يعني ممكن في الآخر يؤدي إلى صغب في الطابلة ويؤدي إلى انتهابات وراء الطابلة ويؤدي إلى تسوس لو ما تعالجتش صح فممكن لو تجهلنا الموضوع وما ياخدناه بجدية إنه فاكترز بتاعتي يعني إيه الحاجات التي تؤدي إلى أوتايتس ميديا للأطفال التي يأتي لها أدوار برد كثير لأنها تطلع من بجير دور برد يحصل إنه الانفكشن تطلع through the staken tube من ال nasopharynx على middle ear ويأتي يعمل الانتهابات الناس الذين عندهم allergies الناس الذين عندهم cleft pallet لأنه في الحالة الاستيكين tube مش شغل كويس الناس الذين عندهم down syndrome وإن أطفال اللي عايشين مع أهل بتدخن الطفل اللي قاعد مع أهل بيدخن كأنه هو برد بيدخن سجاير فبيأدي إلى التهابات وراء الطبلة the problem mainly deals with استيكين tube dysfunction يعني في مشكلة في الاستيكين tube ونتيجة upper respiratory tract infection بيحصل إديمة في الاستيكين tube يحصل blocking في الاستيكين tube وبالتالي الميدل ear ما بقتش aerated زي ما هي مفروض تبقى يبتدي السيكريشن زيلي في الميدل ear يبتدي يحصل لها stasis و stagnation يحصل لها infection ويحصل acute otitis media other factors allergic rhinitis nasal polyps well idenoid مهم جدا لأطفال عندهم idenoid معرضين أكتر إن هما يجي لهم otitis media لإنه الاستيكين tube أصلا بيبقى مزدود نتيجة التضخم اللي في اللحمية عشان كده لما نعالج otitis media لو بيجي كتير يفضل كمان نحن نشيل معها اللحمية بيحصل إزاي بقى acute otitis media أول حاجة وعشان الاستيكين tube تسد الميدل إير الضغط بتاعها اتغير نتيجة إنه التهوية بتاعتها ما بقيتش مظبوطة فحصل middle إير air absorption حصل إنه الميدل الناجاتف براشر اللي موجود بتادي تشد على الميوكوز بتاعت الميدل إير وأدالي إلى acute inflammation of the middle إير cleft ومعها برضو نتيجة الضغط السالب يبتدي أنا أبص ألاقي إنه tympanic membrane بابتدى يبقى لونها محمر هبتدي يحصل لإكسودات جوه الميدل إير والإكسودات ده يبتدي يزوء على tympanic membrane زي ما احنا شايفين في الصورة هنا وهذه الحتة دي واضح إنه في سائل وراها وزائق tympanic membrane لبرا الإكسودات becomes purulent نتيجة stagnation يبتدي يحصل further congestion وبلج of the tympanic membrane ونتيجة pressure على tympanic membrane من جوه الميدل إير يبتدي يحصل area of gangrene في tympanic membrane يحصل sloughing والtympanic membrane ruptures والdischarge يطلع لما الدischarge يطلع يبتدي الواجع يروح والسخونة تنزل لإنه الصديد الذي كان محبوس الصورة الطابلة خرج and the middle ear يحصل resolution مع treatment where the middle ear returns to normal and signs and symptoms سنقسم ها أقل من سنتين من سنتين لأربعة وفوق الأربعة سنين لأنه الطفل أقل من سنتين صعب أنه يحكي ويقول هو يشتكي من إيه فهيبتدي يشد في ودنه يصرخ يخبط في راسه بأيديه عايز يشاور أنه في حاجة توجع طبعا هو صعب بالنسبال الأبتايت بتاعه حيبتدي يقل ممكن من الوجع يبتدي يرجع و change of behavior معناه ستجد منطوي على نفسه ومش عايز يتكلم من كتر القلم اللي هو فيه الأطفال الأكبر شوية ممكن يبتدوا يشاوروا على الودن أحسن شوية حيبقى فيه fever حيبقى فيه otalgia والأطفال الأكتر من أربع سنين ممكن يشتكوا يقولوا ودني بتوجعني في wow ودني تمام مش هنخش في الحاجات دي و change of personality برضو نتيجة القلم اللي موجود يبتدي يحصل لأنه ينطوي شوية يبطل يلعب يبطل يتكلم على أساس انه هو مش حاسس نفسه كويس أهم حاجة لما نبص في الطابلة طبعا this is a stage already very advanced الطابلة لونها زي القطايا حمرة جدا this is not a normal tympanic membrane عبدا لو انت شفت normal tympanic membrane ما فيش أي معالم بين tympanic membrane is bulging too laterally من secretions اللي موجود وراها فالطفل pulling of the ears loss of appetite ممكن يبقى فيه lymph node enlargement لما بيحصل ان tympanic membrane ruptures لو حصل لو ما الحقنا هوش يعني بالأدوية والantibiotics والantipyrotics والanalgiasics tympanic membrane may rupture لو طفل تساب وما تعليقش صح ولما الصديد بتدي ينزل يبتدي الطفل يستريح والحرارة تنزل لانه الواجعة اللي كان موجود نتيجة الضغط الجامد اللي ورا الطابلة ده خلص ما بقاش موجود treatment لو كانت الحالة خفيفة ممكن ننتظره نشوف الطفل حيروق الواحد ولا على اساس ندي فرصة للمناعة بتاعت الجسم اللي هي تتخلص من المرض ودولة في الأطفال اللي هم أكتر من سنتين قال لي من سنتين لازم ندي مضا تحي ما يقدرش نستنى عليه وبندي له antibiotics لمدة عشر تيام ومعها طبعا مسكنات وحاجات خفضة للحرارة وممكن ندي نقط برضو للودن حاجات فيها analgesics بندي معها local decongestance علشان نفتح الاستيكن تيوب ولما يفتح الاستيكن تيوب الصديد اللي وراء الطبع ينزل أو لو الطبع خلاص هتفرقع أو يعني احنا شايفين زي الصورة اللي فاتت زي هنا خلاص هتفرقع ممكن انا اعمل شق جراحي للطبع وأفتح انا بنفسي علشان ما تبقاش حاجة pathological perforation ممكن تبقى حاجة surgical فتبع هتبقى عن نهية المرساة الفرقع ونصفي الصديد اللي وراء في الحالة دي الطفل هيسترها حاول ايه الكمplications hearing loss أو ممكن تقدي الى التهاب في عظمة النطوء الحلامي اللي هي acute mastoiditis زي المنظر ده شافين ابتدى حصل التهاب وراء أو في mastoid وفي الابسس اللي حصل في mastoid بيدي للمنظر ده بالزبط وده كلما نشوف كتير زمان قبل الantibiotics دلوقتي مع خدوم الantibiotics خصوصا في مصر انه الantibiotics بتتبع لكل واحد عايز مش زي بره بروشيتا فأي واحد عنده شوية واجعة دلوقتي الاهل بيروح يشتر الantibiotics فقل القوي acute mastoiditis لكن ممكن يحصل chronic perforation of the tympanic membrane يحصل لحاجة من تسميها tympano sclerosis يعني sclerosis في الدرام الالتقام بتاعها بيبقى بفايبرosis مش مظبوط ممكن يؤدي الى تسوس هتاخده الكوليستيات مابعدين ممكن يؤدي الى chronic separative otitis media colesterol granuloma او في بعض الحالات ممكن الطفل او شخص اللي عنده acute otitis media يجي يشتكي ب facial nerve paralysis في الحالات دي بتكون اساسا لانه facial nerve عند الناس دي ما هواش محمي بالقناة العظم اللي هو ماشي فيها ولما يحصل build up of pressure من الصديد اللي موجود زي ما بيدوس على الطابلة حيدوس برضا facial nerve ومن compression دي ييجي العيان عنده facial nerve paralysis لما الصديد يروح او لو عملنا مع meningotomy وشلنا الصديد وابتدي الضغط اللي على facial nerve يبتدي يقل يبتدي الفunction بتاعته ترجع تاني في complications تانية بس نشوف ها أكتر مع cholesteatoma زي ممكن يحصل meningitis ممكن يحصل epidural abscess subdural empyema كل الحاجات دي intracranially brain abscess otetic hydrocephalus lateral sinus thrombosis thank you very much في أي حد عنده سؤال اشترك